السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعين الكرام اليوم سنحضر معكم كبدة مشوية بدون شوية بدون فحم بدون دخان على الطريقة التركية كنتمنى ان الفيديو اليوم يعجبكم لا تنسوا اشتراك للقناة والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي وتبرتجيهم هالأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة سنحتاجوا في المكونات الكبدة انا استعملت هنا الكبدة ديالغنمي هذا القلب وكل وقتها تم قطع صغيرة سفي من بعد غدي ناخد مقلات ندهنها بالقليل من الزيت المقلات تكون على نار ناقصة من بعد غدي نوضع قطع الكبد سوف نصطيهم من الجوانب بجوج من الفوق ومن التحت سوف كيف تشوفوا لبسهم عجية الأخرى سوف نقطع الكبدة على شرائح طولية قريقة بسيطة جداً لكن نتيجة رائعة سوف نرجعهم المقلات من صوتهم مرة أخرى من الجوانب سوف نفسهم عجية الأخرى من السلاح سوف نقوم بسيطة جداً سوف نحنجحاً من الصوت سوف نقوم بسيطة جداً ونقطعهم الى مكعبات صغيرة على هات الشكل هذا من بعد سنخط الطاجين نوضعه على نار تكون نقصة نضيف القلب والكلوان اللي قطعتهم قطع صغيرة انا هاد الوصفة هادي شفتها في المطبخ تركي عجبتني بزيزيز هما طيبوها في المقلات لكن انا عملت هاد الاضافة دي للطاجين لان الطاجين كي اعطى واحد المدق رائع صفي من بعد سنضيف المكعبات الكبد او الكبد اللي قطعتها قطع صغيرة يجي المدق ديالو هائل جدا سريع التحضير ما كيطلبش منه وقت كبير من بعد سنضيف التوابل التوابل اللي سنضيف سنضيف فقط الملح والكمون والقزبر يابس مطحون كل مكون منه ملعقة صغيرة يعني ما غنطيش نضيف توابل اخرى فقط الكمون والملح والقزبر والمطحون سوف ينحرك المكونات مزيان من بعد سنضيف المكون الاساسي اللي هو اللي كده يعطينا الطعم او المدق ديالشيواء لهاد الكبده هادي اللي هو شحمة الخروف كيف كتشوفو الشحمة اللي كنا نعملوها في بول فاف سوف نغطي بها الطاجين ديالي على هات الشكل هذا طريقة بسيطة جدا بدون فحم بدون دخان بدون شوية كنحصلوا على شواء رائع عليك بدم شوية من ألد ما يكون من بعد سنغطي الطاجين ونعود نرجع معكم باش نشوفو الشكل ديالي وكيفولة هذا هو الشكل ديال الطاجين او ديال الكبده من بعد مدابس اللي هاديك الشحمة كيف كتشوفو طاجين ولا فيه الماء بزاف او الدهون هاد الدهون اللي تلقصها هاد الشحمة هادي هذا هو الطريف ديال الشحمة اللي يبقى صافي الدباء نخلي الطاجين حتيه جف من هادك الدهون او من هادك الماء اللي فيه نغطي الطاجين ونخلي حتيه جف من هادك الدهون او من هادك الماء ونعود نرجع معكم من بعد هذا هو الشكل ديال الكبده او ديال الطاجين من بعد مجف تماما من هادك الماء اللي فيه او من هادك الدهون اللي فيه هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو رائع جدا واحد الرائحة طالع من هاد الطاجين من اروع ما يكون رائحة ديال الشيواء بحالك نشوفوه في بولفيف من بعد غدي نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكمون نحرك المكونات مزيان من بعد غدي نضيف قليل من البقدونس او المادنوس مقطع تقريبا طاجين تقريبا واجد فقط غنصد عليه واحد شوية واحد دقيقة فقط ومن بعد غدي نرجع معكم باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطاجين دياليوم هادا هو الشكل النهائي ديال الطاجين غادي نحاول ان ينزينه من الفوق او نرشه بمعدنوس او البقدونس مقطع فقط لتزيين هادا هو الشكل ديال الطاجين دياليوم كنتمنى انه يعجبكم صدقوني إلا جربتوه غادي يعجبكم بزيف مأكدة إلا جربتوه غادي يعجبكم وهذا الرائحة رائعة جدا رائحة ديال الشيواء فكرة ممتازة ما غاديش تنطموه إلا جربتوها إلا أعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم الجميلة ما تنسونيش من التعليق ديالكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله